اشتركوا في القناة ودرسنا هذا اليوم هو واحد من أسليب اللغة العربية الذي نستخدمه كثيراً وهو أسلوب الاستفهام أسلوب الاستفهام يا أبنائي هو واحد من الأسليب التي نستخدمها في حياتنا باستمرار فجميعنا يحتاج دائماً إلى السؤال دائماً ما يسأل غيره ربما عن مكان ربما عن زمان ربما عن عدد ويومنا هذا نتعرف على أسلوب الاستفهام ومكونات هذا الأسلوب بداية أسلوب الاستفهام يتكون من أداة الاستفهام وهذه سنتعرف عليها الآن والمستفهم عنه وهو الشيء الذي أريد أن أسأل عنه فهذا نسميه المستفهم عنه ولا ننسى في النهاية علامة الاستفهام إذن أسلوب الاستفهام يتكون من أداة الاستفهام المستفهم عنه وعلامة الاستفهام دعونا نبدأ مع أدوات الاستفهام وهي أولاً ما كم أين متى من لماذا وأيضاً هل وأيضاً أداة الاستفهام كيف هذه هي أدوات الاستفهام التي نستغرمها في السؤال تعالوا نتعرف على كل أداة من هذه الأدوات ما استخدامها هيا بنا بداية أداة الاستفهام ما أو ماذا ما أو ماذا هذه الأداة يا أبنائي أو هتاني الأدتان نستخدمهما عندما نسأل عن شيء غير عاقل فأقول مثلاً ما هذا الذي أمامك فتقول موزة الموزة غير عاقل لذلك سألنا عنها بما أقول لك ماذا فعلت أو ما فعلت ماذا أكلت كل هذه عندما تجيبني عن السؤال فتقول أكلت موزة فهذه الكلمات أو هذه الإجابة التي أجبتها هي غير عاقل لذلك استخدمت أداة الاستفهام ما أو ماذا أداة الاستفهام التي نسأل بها عن العاقل هي من فأقول مثلاً من تشرح الدرس فتقول المعلمة من يعالج المريض فتقول الطبيب هذه الكلمات وهذه الإجابات التي أجبتها الآن تدل على عاقل فالمعلمة عاقل وأيضاً الطبيب عاقل لذلك استخدمنا أداة الاستفهام من فمن نسأل بها عن العاقل من أداة الاستفهام من إلى أداة الاستفهام أين أين هذه أبناء نسأل بها عن المكان فأقول مثلاً أين مدرستك؟ أين تذهب يوم الجمعة؟ أين المسجد الذي تصلي فيه؟ كل هذه الكلمات وكل هذه الأسئلة نسأل بها عن مكان فاستخدمنا أداة الاستفهام أين فأين تسأل عن المكان من أداة الاستفهام أين إلى متى؟ ومتى هذه نسأل بها عن الوقت أو عن الزمن؟ فأقول مثلاً متى تسافر؟ متى تستيقظ من النوم؟ متى تذهب إلى النادي؟ لو سألتك مثلاً متى تذهب إلى النادي؟ فقلت عصراً فالعصر هذا وقت لذلك استخدمنا معه أداة الاستفهام متى؟ أما أداة الاستفهام كيف؟ كيف هذه نستخدمها كثيراً؟ فأقول كيف حالكم يا أبنائي؟ أسأل عن حالكم إذن كيف تسأل عن الحال؟ وتسأل أيضاً عن الوسيلة كيف؟ عندما أقول لك مثلاً كيف تذهب إلى المدرسة؟ ربما يجيبني واحد منكم فيقول أذهب إلى المدرسة بالسيارة فوسيلة الذهاب هي السيارة والثاني يقول أذهب إلى المدرسة بالحافلة والثالث يقول أذهب إلى المدرسة مشياً على الأقدام إذن نصل الآن يا أبنائي إلى أن أداة الاستفهام كيف نسأل بها عن الحال ونسأل بها أيضاً عن الوسيلة أما إذا أردنا أن نؤكد شيئاً أو ننفيه فإننا نستخدم أداة الاستفهام هل؟ فهل إجابتها تكون نعم أو لا؟ فأقول مثلاً هل ذاكرت دروسك؟ تقول نعم هل تناولت طعام العشاء؟ ربما تقول لا فأداة الاستفهام هل تكون إجابتها؟ إما بالتأكيد بقولك نعم أو بالنفي بقولك لا وهنا ننطلق إلى أداة الاستفهام لماذا؟ لماذا نسأل بها يا أبنائي عن السبب؟ فأقول مثلاً لماذا تذهب إلى النادي؟ ربما تقول لأمارس الرياضة لماذا تتناول طعاماً صحياً؟ فتقول ليكون جسمي قوياً فلماذا نسأل بها عن السبب؟ أما أداة الاستفهام كم؟ وكم هذه أيضاً من الأدوات التي نستخدمها كثيراً؟ فأقول كم عدد إخوتك؟ كم عدد الأقلام التي معك؟ فكما تلاحظون كم نسأل بها عن العدد؟ أقول مثلاً كم عدد الأقلام التي أمامك؟ فتقول خمسة أقلام إذن هذه هي أدوات الاستفهام التي نستخدمها يا أبنائي ومع بعض الأمثلة فعندما أقول مثلاً ما لون الموزة؟ فتقول لونها أصفر واللون غير عاقل لهذا سألت عنه سألت فاللون هو غير عاقل لهذا سألت عنه بما؟ وعندما أقول كيف تذهب إلى الحديقة؟ تذكرون عندما قلت إن أداة الاستفهام كيف تسأل عن الحال أو الوسيلة؟ هنا أريد أن أعرف الوسيلة التي تذهب بها إلى الحديقة فتقول مثلاً بالسيارة أو بالدراجة ربما فأداة الاستفهام كيف سألت هنا عن الوسيلة السؤال الذي بعده أين تلعب الكرة؟ أين تسأل عن المكان؟ أريد الآن أن أعرف المكان الذي تلعب فيه الكرة تقول في النادي أو في الملعب هذا المكان الذي تمارس فيه هذه اللعبة السؤال الذي بعده يقول متى تستيقظ من النوم؟ متى نسأل بها عن الزمان؟ فأقول في السادسة صباحاً فهذا وقت سألت عنه بمتى؟ لماذا تذهب إلى المدرسة؟ من يذكرني أداة الاستفهام لماذا؟ نسأل بها عن؟ نسأل بها عن السبب فأقول لكي أتعلم كم قصة قرأت؟ أريد الآن أن أعرف عدد القصص التي قرأتها فاستخدمت أداة الاستفهام كم؟ للسؤال عن العدد فتجيبني فتقول ثلاث قصص أو أربع أو غير ذلك والآن يا ابنائي مع هذا التدريب على أدوات الاستفهام يقول ضع كم أو متى أو ما أو من مكان النقاط في السؤال الأول يقول فراغ يوما في الأسبوع أريد أن أعرف عدد الأيام فأقول كم يوما في الأسبوع؟ السؤال الثاني تستيقظ من النوم؟ أريد أن أعرف الوقت الذي تستيقظ فيه فأستخدم أداة الاستفهام متى؟ السؤال الذي بعده فراغ عنوان النشيد أريد أن أعرف عنوان النشيد وعنوان النشيد غير عاقل فأستخدم معه أداة الاستفهام ما السؤال الذي بعده فراغ شرب اللبن أريد أن أعرف الشخص الذي شرب اللبن فأقول من شرب اللبن؟ من هذا السؤال إلى السؤال أو إلى السؤال الذي بعده يقول ضع كيف أو ماذا أو أين أو هل مكان النقاط يقول فراغ تنظف أسنانك؟ ما أداة الاستفهام المناسبة هنا يا أبنائي؟ ربما تقول هل تنظف أسنانك؟ وتكون الإجابة أيضا كيف تنظف أسنانك؟ عندما أقول كيف تنظف أسنانك؟ تكون الإجابة ربما بالفرشات أو باستخدام السواك وإذا قلت هل تنظف أسنانك؟ فالإجابة تكون نعم أنظف أسناني أو لا؟ السؤال الذي بعده تمارس الرياضة؟ أريد أن أعرف هل تمارس الرياضة أم لا؟ فالإجابة هنا ستكون أداة الاستفهام هل تحب أن تعمل؟ أريد أن أعرف ما العمل الذي تفضله؟ فتقول هنا ماذا تحب أن تعمل؟ يعيش الأسد؟ أريد أن أعرف المكان الذي يعيش فيه فأسأل مستقدما أين يعيش الأسد؟ وإذا أردت أن أستخدم أداة الاستفهام للإجابة على هذا السؤال فأقول مثلا يعمل أبوك أريد أن أعرف العمل الذي يعمله أبوك فأقول ماذا يعمل أبوك؟ إذن كانت هذه أجوبة السؤال الذي معنا وإلى هنا يا أبنائي نصل سويا إلى نهاية درسنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته